أبو حميد كنت بكلمك على المسابقات الإفريقية وتصرحات عبد المنعم باس سكرتير العام بالإنابة والكلام ده احنا كلمنا فيه من ثلاثة أسابيع بناء على تصرحاتكم نقدرنا نحصل عليها من المسؤولين في الكاف ومن السكرتير العام في فكرة أن المسابقات الإفريقية لن تلغى ستؤجل إلى أبعد مدى لكن المباريات ستلعب ستلعب وسيتم الاتفاق مع الأطراف المعنية من خلال منظمة الصحة العالمية لإقامة المباريات بحضور جماهير أياً كان بقى التوقيت ممكن تروح في ستة في سبعة في تمانية معنضمش مشكلة حتى لو وصلوا شهر ستمبر تعليقك أعتقد صعب الموضوع الحضور الجماهيري دلوقتي أنهما تكلم في حضور جماهيري صعب جدا هما مش أيلنها بس في الكواليس يعني التأجيل ده عشان الجمهور يحتر الكلام اللي أنا أعرفه أنه الأولوية لإقامة المباريات ده في الأساس في الأساس جماهير من غير جماهير بقى دي لس هيجي وقتها هيجي وقتها ولكن هو الأولوية لإقامة المباريات أعتقد أنه هو إحنا كنا قلنا آخر ستة أعتقد أنه ممكن يدخلوه في سبعة كده ولكن هما عايزين لعب المباريات هلعبوها إزاي الله أعلم أنا وجهة نظري أنه معلومة اللي عندي أنه هو الاحتمال الأقرب هي دورة مجمعة وهتبقى في شمال أفريقيا لأنه خلاص الأفريقيا فوق الدربة خالص وما حانش عارف حاجة والكاميرو الأعداد فيها بتزيد جدا بتزيد دخله في الألف وأعتقد أنه كمان أنت رايح لأن فكرة أنه كاس الأم الأفريقية اللي هتقام في المغرب في يناير القادم بقت مهددة مش هتكلم في الدول اللي رايحة لا البلد نفسها اللي هتظهرين في الحدث عندها أزم فأنت بتتكلم في لا المسابقات الأفريقية أعتقد أنها تبقى في شمال أفريقيا يعني ممكن نلاقي مفاجأة ونلاقي كاس الأم مراحلة المغرب يعني للمرة التانية بتتسحب من من الكاميرون 19 كتف الكاميرون مراحلة لمصر لو الأمور استقرت برضو أنت مستني شمال أفريقيا الأمور تستقر فيها وهل المغرب هتبقى عندها القدرة أو عندها الرغبة في أن هي تستضيف وقت الإبولة رفضت وهي كانت هي البلد اللي هتنظم أصلا فهتسحب منها التنظيم مشكلة جديرة قبل الكلام عن التنظيم كاس الأوم خلينا أول في المسابقات الأندية ده في الأساس أولا الأطراف المعناية الأندية لازم أولا يتخذ رأيها فكرة أن لو اتخذت في مكان مجمع أو في دورة في بلد محايدة هل ممكن أن ده توافع على مخترح زي ده؟ أصلا وقرار سياد لو قرار من المكتب التنفيذي أو قرار من الكاف لجم التوارق ده لجم التوارق هتوافع هتعمل إيه؟ يعني أنت أنت دلوقتي قلت لي أنه الظروف لا تسمح بإقامة المباريات إلا يعني جيل تحادر مرس كورة القدم قال الظروف لن تسمح إلا بإقامة المباريات في اسكندرية والسويس في أماكن مقفولة هتدي فرصة للفريق أكتر من فريق أنا أعمل إيه؟ إنت هتعمل إيه؟ الكافة يقول لك هتعمل إيه؟ هي الظروف حالية ما بين مصر والمغرب متشابهة آه بالظبط في عدد الإصابات يمكن العدد قريب من بعضهم تتكلم في كم مية أو متين بس الفريق ما بين مصر والمغرب أصلا كمان هي الفكرة في المدة الزمنية أنت لو قررت تعمل زهاب وإياب فأنت محتاج أسبوع مباراة زهاب ومباراة إيها في السيمي فاينل ده مظهور مباراة الفاينل أنت مقرر أن تلعب في الكاميرو المفروض مهورة واحدة أصلا فأنت قرردي لو قررت تيجي شمال أفريقيا فأنت هتبقى بتختار بين مصر والمغرب هم طرفي الفاينل السيمي فاينل مصر ومغرب تمام فأنت هتلعب في دولة منهم الموتش أوكي فهتلعب الفاينل في دولة منهم فهتلعب مع السيمي فاينل وتراح دماغك وتقلل الفترة الزمنية وتلعب أنت أصلا لما تلعب السيمي فاينل من موتش واحد والفاينل موتش واحد أنت بتتكلم في أربعة أيام أنا معاك أن المدة الزمنية مع مدة المباراة قليلة جدا لو أنت بتتكلم في السيمي فاينل ذهب وعودة وبعد أنت قرر تلعب الفاينل فأنت محتاج خمسشير يوم أسبوعين أسبوعين على الأقل صح فأنت من أربعة أيام يعني أنت لو قررت تلعب في نهاية ستة دورة مجمعة زي ما أنا بقول خمسة عشرين تسعة عشرين خلصت لمت الورق وروحت أي الميزة من كمان المسابقات الأندية خلاص في المراحل الأخيرة أنت موتشين أنت هيب عندك موتشين زي بالزبط سيمي فاينل وفاينل للكاس الأمم مظبوط هتلعب خمسة عشرين تسعة عشرين أربعة عشرين خلصوا وخلصوا الليلة هتلعب واحد سبعة أربعة سبعة يعني أيا كانت تاريخين أنت هتحددهم إنما لو قررت تلعب زياب وإياب زياب وإياب السيمي فاينل زي ما هو مقرر هتلعب يوم واحد سبعة مثلا وهتلعب سبعة سبعة وبعدين تدي فترة زمنية خمسة عشر سبعة هتلعب خمسة عشر سبعة فأنت بدل ما تخلص الموتشين في ثلاثة أيام ولا أربعة أيام هتخلصهم في أسبوعين واحد وعشرين يوم فالتوقيت الزمني هو اللي هيحكم الموضوع في إقامة الوراية